شفت زي المماراة بالأمس ولو هنتكلم يمكن الناس كانت مبسوطة لأنها كانت بتقارن عما حدث في مباراة زنبيا فشايفة أن فيه أداء مختلف إلى حد ما كبير رغم أن فيه فرص ضائعة وصوة معسكر المماراة المكاسب بتاعت يعني احنا كسبنا منه كتير جداً أولاً طبعاً تواجه الجمهور في المباراةين بارح صحيح الجمهور الجزائر كان أكتر مننا لكن عندنا جمهور متواجد عندنا ممتشين مهمين مختلفين تماماً في المدارس مباراة زنبيا لعبناها بشكل ومباراة الجزائر لعبناها بشكل في مباراة زنبيا طبعاً هم فرضوا عليك الأسلوب بتاعهم بمعنى أنه أنت بقيت مسيطر وهم بيدفعوا بيلعبوا على هجمة مرتدة النتيجة اللي أنت برضو ضيعت فرص يعني ده في مباراة زنبيا والنتيجة خلصت في آخر ديها 1-0 حمد فتحي هو اللي جاب الجن زي برضو مباراة الجزائر الجزائر طبيعة مختلفة تماماً يمكن فيتوريا في مطش زنبيا لعب بتاكتك الطبيعي بتاعه صحيح كان بطلع النني في تحت رأس الحربة وبيلعب بطرق حمد وحمد فتحي ارتكاز انبارا عد شوية في التشكيل في البداية خرج طرق حمد ولعب النني في مكانه خطه نص ارتكاز جنب حمد فتحي ونزل زيزو على أساس أنه هو مدخل محمد صلاح في النصة أساس أنه يلعب برضو بنفس الطريقة بتاعته أربعة اتنين تلاتة واحد لكن مع بعض التغيرات شوية أنه هو خلم الصفا محمد اللي هو المهاجم ينزل تحت ويتبادل مع محمد صلاح في حين انت فرضت اسلوبك على الجزائر الجزائر ما بتلعبش لعب مقفول زي زنبيا صحيح نحن عندنا مشكلة جمدة جداً مع الفرق اللي هي بتقفل وتلعب على هجمات مرتدة الجزائر ما بتقفلش ومنما بتلعب ماتش مفتوح بتسيطر وبتهاجم وبتروح عندها مشكلة أن هي بتحاول دايماً تخترق من سواء من الأطراف أو من العمق يعني ما بتستخدمش مثلا تزديدات من بعيد ما بتستخدمش طرق تانية لا هي دايماً عايزة تروح سواء عن طريق الأجنحة أو من القلب أنت إمبارح تعملت مع المباراة بطريقة تانية في ناحية التخطيط لكن النتيجة اللي إحنا بنطلع منها من المبارايتين أن أنت عندك فرص كتيرة بتضيع منك عندك الطرق الدفاعية بتاعتك محتاج إعادة نظر شوية دور محمد صلاح ما بيبقى فاي وبيتعدد الأدوار بتاعته صحيح إمبارح كان بيسيطر عقورة كتير ما بيلعبش من لامسة واحدة مستغلاً طبعاً أنت نقص منك لاعب في ديارة 37 لكن لابد أن أنت بتبص على الجهات التانية فرص ضايعة من انفراضات يعني أنت فرص سهلة جداً بالنسبة لك تقدر تخلص بها ماتش مهمة زي ماتش الجزائر اتنين بيحصل نوع من الارتداد عليك وضغط متواصل زي ما شفنا في آخر لحظات أنت عندك حرس كبير جداً لو محمد الشيناوي شال أكتر من الكرة لكن ما بتلعب على هجمة مرتدة لابد أن أنت تخلص المباراة آه فيه دروس مستفادة كتير لكن احنا طبعاً عندنا مشاكل في إنهاء الهجمة مشاكل في ضياء الفرص احنا بنقدر بنخلق فرص كويسة جداً للتهديف وبنستغلهاش لكن برضو بتظهر لك لعيبة مميزة لسه محتفظة بتاريخها زي تريزي جيت تريزي جيت أخطر لعب مباراة سواء في ماتش زنبي أو ماتش الجزائر متفوق كتير جداً على عمر مرموش فبالتالي عندنا مكاسب الماتشين طلعوها لنا لكن الأداء مباراة خاصة ما يبقى ناقص عندك لعب فتقدر تغير داخل الملعب الحقيقة الرجل مباراة غير داخل الملعب بسرعة جداً سحب زيزو آه لأنه هو مش هيلعب أربعة ثلاثة ثلاثة رغم أنه كان بيلعبه فعلاً على أرض الواقع لأنه كان بينزل مصطفى محمد البعض كان بيطالب أن مصطفى محمد يطلع مكان زيزو لكن مصطفى محمد ليه دور تاني خالص دور أنه بيضغط على الدفاع بيأخره شوية ما بيزيدوش بطريقة كتير عليك فبيقلل الضغط عليك شوية فديت بعض الحاجات اللي هو كان دايماً حطت عينه عليها لكن جمال بالماضي يفضل مصمم على طريقته اللي هو بيشتغل عليها ويواضح أن فيتوريا شاف ماتش الرأس الأخضر وجزايا اللي هتفوقت عليه خمسة على الرأس الأخضر خمسة واحد على أساس أنه بدأ يقفل الجناحين كمان طبعاً محمد هاني وكمان منزول محمد حمدي يعني هو عمل ثلاث جابهات مبارح جابت محمد حمدي مع تريسجي جابت محمد هاني مع زيزو مكان موجود وفي النص حرك محمد صلاح في أكتر من مكان لكن في النهاية فيه استفادات كتيرة جداً منتخب استفادت بها مبارح من الماضيين الناس مبارح وهي بتتحرك كتنبسو ترجمة نانسي قنقر